بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطلبات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة المحاسبة المالية أنا عايزة هنأكم ببداية العام الدراسي كل سنة وانتوا طيبين هنبتدي مع بعضينا سنة جديدة بإذن الله تكون سنة سعيدة نحفظ فيها نفهم فيها نحل كتير نجيب مجموع نستعد للجامعة بإذن الله أنا إن شاء الله هشتغل معكم المحاسبة المالية للصف الثاني هناخدها بالتدريج واحدة واحدة نفهم يعني إيه محاسبة نبتدي نحل كتير عشان تستفيدوا من الحلقة يا عزائي الطلبة عايزكم تجيبوا كشكول ألم كتابك الألة الحزبة يبقى عشان نستفيد بالحلقة نجيب إيه نجيب الكشكول والكتاب والألم والألة الحزبة نقعد قدام الحلقة بانتباه نكتب كل الأمثلة نكتب كل الملحوظات نحل عليها كتير يلا نبتدي مع بعضينا أول موضوع عندنا في المحاسبة المالية اسمه الجرد اسمه إيه أولاد الجرد يعني جرد أي منشأة بتيجي يوم 31-12 آخر يوم في السنة بتعمل إيه في آخر يوم في السنة ده بتعمل جرد لكل الموجودات اللي عندها زي إيه الموجودات زي الأصول السبتة وزي البضاعة وزي الكنبيالات لأوراق القبض وزي المدينين الفلوس اللي لها بره وزي الخزنة وزي الفلوس اللي في البنك تعمل جرد لكل حاجة موجودة عشان تتأكد هل هي خسرت ولا كسبت يبقى تملي الجرد ده بيكون إمتى بيكون في نهاية الفترة المالية ممكن الفترة المالية تكون 6 شهر بعد 6 شهر في شركات بتعمل الجرد ده كل 3 شهر يا أولاد لكن احنا أغلبيا بنعمل الجرد بتاعنا سنوي كل نهاية السنة وانتوا عارفين السنة بتنتهي يوم 31-12 تعالوا مع بعضينا نعرف يعني إيه جرد نعرف مع بعضينا يعني إيه جرد يبقى الجرد تقوم به المنشأة في نهاية السنة المالية لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربحة أو إيه أو خسار يبقى تعريف الجرد تاني عشان نطلع من الحلقة حفظين هو إجراءات تقوم بها المنشأة إجراءات يعني خطوات بتقوم بها المنشأة في نهاية السنة المالية عشان أحدد نتيجة أعمال المنشأة من ربحة أو إيه أو خسار طيب هنبتدي بجرد إيه يا مستر أيمن هنبتدي بجرد الأصول السبتة يبقى هنبتدي بأول نوع عندنا جرد الأصول السبتة يعني بقى الأصول السبتة يا مستر أصول السبتة دي اللي بتشتريها المنشأة عشان تفضل في الشركة يا أولاد مش عشان تتاجر بيها يبقى الأصول السبتة دي بتشتريها المنشأة علشان تستخدمها في المنشأة مش عشان تتاجر بيها زي إيه بقى الأصول السبتة نقولهم مع بعضين اراضي ومباني ومعدات وآلات وسيارات واساس يبقى اراضي ومباني وممكن يسميها عقار يبقى الاراضي والمباني والمعدات والآلات والسيارات والاساس دي بنقول عليها اصول ايه سبتة بغرض الاستخدام في المنشأة على مدار عدد من السنوات وليس بغرض اعادة بحة طيب بيحدث ليها اهلاك ولا ما بيحدث ليها اهلاك بيحدث ليها اهلاك خلال فترة استخدامها طيب طب يا مستر ايمن الاراضي بتستهلك ولا لا تستهلك الاراضي اولاد لا تستهلك الاراضي لا تستهلك مش هتستهلك بس اللي في شركات البترول ودي مش مقرر علينا يبقى الاراضي لا تستهلك يبقى مع بعضين بقى هناخد جرد اسمه ايه جرد الاصول السبت نقول مع بعضنا الاصول السبت عشان نحفظهم مع بعضنا ايه يا مستر ايمن الاصول السبت اول حاجة الاراضي ايوة والمباني والمعدات والالات والسيارات والاساس يبقى الاصول السبتة كم حاجة يا ولاد ايوة اراضي ومباني ومعدات والالات وسيارات واساس طيب يعني بقى هنعمل لها اهلاك يا مستر ايمن يعني كل سنة بتهلك عن السنة اللي قابليها يا ولات يبقى كلمة اهلاك يعني السنة اللي بعديها تمنها بيقل في من خلال استخدامها يبقى تمنها بيقل من خلال ايه استهلك نطلع من الحتة دي ان الاراضي بتستهلك ولا لا تستهلك ايوة الاراضي لا تستهلك طيب تعالوا بقى نعرف يعني ايه اهلاك قال للاهلاك هو مقدار النقص الفعلي في قيمة الاصل السابت بسبب يا اما الاستخدام او مضي المدة او التقادم يبقى هو مقدار النقص الفعلي في قيمة الاصل السابت بسبب الاستخدام او مضي المدة او التقادم تعالوا مع بعضينا نفهم يعني ايه اهلاك يعني شركة اشترت مبنى تعمل في منشأة هل المبنى دوت السنة الجاية والسنة البعادية هيفضل بحالته ولا بيحصل له اهلاك يعني بيستهلك قال لي بيستهلك طب لما يستهلك يا مستر ايمن تمنه بيزيد ولا بيقل قال له تمنه بيقل طب لما تمنه بيقل أنا كمنشأة وبفهم في المحاسبة هعمل ايه يا مستر هشيل كل سنة مبلغ هسميه قسط اهلاك هنسميه يا اولاد قسط الاهلاك هشيله من الفلوس بعد كده حطه فين قسط الاهلاك دوت ايوه حطه في قيمة الدخل بتاعي وهجمعه في حاجة اسمها مجمع الاهلاك عشان لما قمت الاصلة اللي بيقى انا شايل الفلوس اقدر اشتري بيها فهمنا يعني ايه اهلاك يا اولاد يبقى تاني كلمة اهلاك هو مقدار النقص الفعلي في قيمة الاصل السابق بسبب الاستخدام او مضي المدة او الايه او التقاطب هقولكو مثال تاني مع بعضينا كده على الشاشة يعني ايه عندي سيارات نفرض ان السيارات دي اولاد اشتريتها بمئة الف جنيه هل السنة اللي بعديها هتبقى بحالتها هي هي قالي لا يا مستر ايم السيارات الحالة السنة اللي بعديها حالتها تقل استعملتها كتير فاستخدمتها كتير فحصل لها اهلاك طيب الاهلاك ده احسبه ازاي قال لي هنحسبه بقوانين هنحفظها دلوقت يبقى تمن السيارة السنة اللي بعديها هيقل ولا مش هيقل اه طبعا لو روح تباحها هيقول لي انت استعملتها انت اشتريتها بمئة الف انت استعملتها دولة تتباع بخمسة وتسعين تتباع بتسعين يبقى الاهلاك ده عبارة عن ايه عن مقدار النقص الفعلي في قيمة الاصل السابق بسبب الاستخدام او مضي المدة او الايه او التقادل طيب تعالوا بقى نعرف طرق اهلاك الاصول السابقة يعني طرق اهلاك يا مستر طرق اهلاك القوانين اللي هستخدم بيها الحل في التمري Having قانون يا مستر ايمن عندي تلت قوانين عندي قانون يا اولاد انا سمع بنت شطرة بتقول لي تلت قوانين اول قانون اسمه طريقة القسط السابق طريقة القسط السابق يعني كل سنة بشين نفس المبلغ ثابت ليه قانونين يا إما الأصل في المعدة العالمية الأصل في المعدة العالمية عايزكوا تطلعوا من الحلقة حفظين القوانين يبقى الأصل في المعدة العالمية أو الأصل ناقص كمت الخردة على عدد السنين الأصل ناقص الكومة الخردة ممكن يسميها الكومة الباقية على عدد السنين اللي هي عمرها الانتاج طيب ولد شاطر سمعه بيقول امتى استخدم القانون الاول وامتى استخدم القانون التاني انا بحب الولادة اللي مركزين معايا في الحلقة برافو عليك استخدم القانون الاول لو عطاني معدل يعني قالي الالات تستهلك بمعدل 10% يبقى استخدم القانون الاول طيب امتى استخدم القانون التاني ايوه لو مديني قمى خردة قمى بقية مديني عمرها الانتاجي يبقى لو عطاني معدل هستخدم الاصطف المعدل على مي لو عطاني قمى خردة وعدد السنين هستخدم القانون التاني اللي هو الأصل ناقص الكمة الخرد على عدد السنين دي أول طريقة لإهلاك الأصول السابقة طريقة القصة الإيه؟ السابت قصة إيه؟ سابت طيب افرد يا مستر أيمن عايز طريقة تانية إيه هي الطريقة التانية؟ اسمها طريقة القصة المتناقص طريقة القصة الإيه؟ المتناقص القانون بتاعها بيقول إيه بقى؟ بيقول للأصل ناقص مجمع الإهلاك في المعدة العالمية يعني يا مستر ايمن اصل ويعني مجمع اهلاك الاصل اللي هو هجيب السيارات مثلا يبقى ده الاصل بقى السيارات لو جبت المباني يبقى اجيب المباني لو جبت الاساس يبقى الاساس يبقى كلمة الاصل دي بشيلها وبحط العنصر اللي انا هحسب له الاهلاك بتاعه طب ايه ناقص مجمع الاهلاك مجمع الاهلاك بتاع السنين اللي فاتت ده اسمه قصة ايه يا ولاد متناقص يبقى بنقص ولا ما بنقص بنقص برافو عليكم معدل عالمي يبقى اخدنا قام قانون مع بعضين لحد دلوقتي قانونين قانون القسط السابت وقانون القسط الايه المتناقص قانون التالت اسمه طريقة اعادة التقدير يعني اعادة التقدير يعني بشوف الاصل بكمته بكام وقدرته بكم دلوقتي يبقى طريقة اعادة التقدير الاصل في اول المدة ناقص قمته التقديرية يعني ايه يعني اشتاعت سيارة بتمانين الف دلوقتي بسبعين يبقى 80 نقل 70 يبقى عملت لها اعادة تقدير يبقى اهلكت بكام بعشر تلف يبقى انا خدت قام قانوني اولاد لحد دلوقتي 3 تعالوا معايا على الشاشة كده هنخبي الشاشة ونقول مع بعضينا القوانين يبقى نقول مع بعضينا القوانين انا عارف وسامع بنت بتكتبهم وبتقول معايا ولدهو بيكتب ورايا شايفك برافو عليك ايوة اول قانون اسمه قسط الايه السابت تاني قانون اسمه القسط المتناقص تالت قانون اسمه اعادة التقدير نقول الثلاث قوانين مع بعضينا اول قانون اسمه القسط السابت القانون التاني اسمه القسط المتناقص القانون التالت اسمه اعادة التقدير يبقى قسط سابت قسط متناقص اعادة التقدير امتى استخدم القسط السابت ايوة لو هو قال لي في التمرين قسط سابت يبقى يجيب القصط في المعدة العالمية او الاصل ناقص الكمة الخردة على عدد السنين امت قصة المتناقص با الاصل ناقص مجمع الاهلاك في المعدل العالمية تالت قانون طريقة اعادة التقدير بيسوي ايه الاصل ناقص القيمة الايه التقديري الاصل ناقص القيمة التقديري طيب في ملحوظات كده خلي بالكم يا ولاد واحنا شغالين الاراضي لا يحتسب لها اهلاك لانها لا تتقادم ولا تستهلك كنت الارض بتزيد مش بتقمش بتقل كمان فهي مش هتستهلك يعني بعد عشر سنين قطعة الارض هي هي مش هلاقيها بقى قلت مش هلاقيها اتغيرت معالمها يبقى الاراضي لا تستهلك يبقى خلي بالكم معايا بقى انا شلنا من على الشاشة الثلاث قوانين عشان انتوا تقولهم معايا وانا سمعكم رفو عليكم يبقى عندنا كام قانون يا مستر ايمن ثلاث قانون اسمه القسط السابت وقانون اسمه القسط المتناقص وقانون اسمه اعادة التقدير طب يا مستر ايمن انا اللي هاخترق قانون بمزاجي قالي لا انا هقولك اشتغد قانون القسط السابت او قانون القسط المتناقص واذا لم يذكر يا ولاد بنستخدم السابت يبقى اذا ما قاليش نوع القسط هنستخدم الايه السابت طب يلا انا بقى هسكت كده وانتوا تقولولي قانون القسط السابت قانون القسط السابت بيساوي الاهلاك هيساوي ايه الاصل في المعدل العالمية برافو عليك انت ممتاز طيب لو ما عطنيش معدل هستخدم القانون التاني يا مستر ايمن اللي هو ايه الاصل ناقص ايوة قيمة البقية اللي هي الخردة على عمرها الانتاجي يبقى انا عندي كم قانون للقصة السابت اتنين امتا استخدم القانون الاول لو عطاني المعدل امتا استخدم التاني لو عطاني قيمة بقية او قالي قيمة بقية سفر بس مديني عدد سنين يبقى القصة السابت لكم قانون اتنين طيب افرد عايز بقى القصة المتناقص هو اللي هيقولي لازم يقولي يا ولادي استخدم طريقة القصة المتناقص اروح انا بقى مرجع الزكرة بتاعتي والقانون انا فهمه كويس جدا قانون القصة المتناقص ده مستر ايمن قال عليه في حلقة التلفزيون قال ان الاصل ناقص مجمع الاهلاك في المعدل العالمية الاصل ناقص مجمع الاهلاك في المعدل على ايه علامية سامع بنتي بتقولي طب ما ينفعش يا مستر قصة متناقص وفي عدد سنين ينفع برافو عليك انت قاعدة منتبه معي ينفع يبقى الاصل ناقص مجمع الاهلاك هضرب ولا اقسم بقى على عدد السنين هقسم على عدد السنين برافو برافو يبقى انا خدت قانون اسمه قصة السابت وقانون اسمه قصة الايه المتناقص وفي قانون تالت خدته اسمه ايه قانون التالت ده اسمه اعادة التقدير يعني اعادة التقدير بجيب الاصل ناقص قمته التقديرية في اخر المدة بقى هديني قمع ليه في اول المدة وقمع في اخر الايه المدة يبقى انا خدت الاهلاك تلات قوانين قصة سابت قصة متناقص اعادة الايه التقدير وقلنا في حاجة بقى ايه هي الاصول السبتة ايوة برافو برافو ولد ممتاز الاصول السبتة هي اراضي ومباني وآلات واساس وصيارات ايوة اراضي ومباني وآلات واساس وصيارات طيب الاراضي بيحصلها اهلك يا مستر ولا ما بيحصلهاش ايوة الاراضي ما بيحصلهاش اهلك ليه ما بيحصلهاش اهلك ما بتتقدمش ولا بيحصلها اي حاجة عشان كده ومديني العقار ومديني الاراضي اطرح الاراضي من العقار طيب لو مديني الاراضي والمباني ومديني كمت الارض اطرح الارض من الاراضي والمباني طيب لو عطاني المباني جاهزة اقول له شكرا قد ترخيرك انت عطيتني المباني جاهزة يبقى مش اطرح حاجة يبقى امت اطرح لو مديني كمت العقار ومديني الارض اطرح العقار من الارض يديني المبنى طيب ولو مديني اراضي ومباني ومديني ارض برضو اطرح الاراضي والمباني من الارضي طلع قمت المباني طب لو اعطني قمت المباني جهزة اقول له شكرا قطر خيرك انت مديني مباني جهزة اشتغل على القانون يبقى اول ملحوظة مع بعضين على الشاشة الاراضي بتستهلك ولا لا تستهلك قال الاراضي لا يحتسب لها ايه اهلاك لانها لا تتقادم ولا ايه كمان يا مستر ايمن ولا تستهلك طيب قسط الاهلاك بتحط فين ومجمع الاهلاك بيتحط فين ايوه قسط الاهلاك هيتحط في قيمة الدخل يبقى قسط الاهلاك هيتحط في قيمة الدخل طيب بجمع قسط الاهلاك بتاع السنان دي مع قسط الاهلاك بتاع السنين اللي فاتت يطلعولي الاتنين مع بعض حاجة اسمها مجمع الاهلاك ده يتحط في قيمة المركز المالي يتحط في قيمة المركز الايه المالي تاني بقى مع بعضينا الاهلاك هيتحط في قيمة الدخل الاهلاك هيتحط في قيمة الدخل بجمع اهلاك السنة دي مع مجمع الاهلاك القديم اللي متدهلي في التمريد اللي اتنين مع بعض بيتحطوا في قيمة المركز المالي اهو معايا على الشاشة يرحل قسط الاهلاك السنة الى جانب منه ضمن المصرفات في قيمة الدخل طيب ويتحط في قيمة المركز المالي قيمة الاصل ما تروح منه مجمع الاهلاك طب بجيبه ازاي بقى مجمع الاهلاك ده بجمع رصيد مجمع الاهلاك في السنين السابقة في الاعوام السابقة زائد اهلاك العامل الحال تعالوا كده يا مستر ايمان نحقل لي مسائل وانا جايب لكم مسائل بالاول كده سهلة خالص علشان نتضرب سنة سن عمل لكم كده تدريبات سوامطوطة لغت بعد كده ما نكبر شكل المسألة ونحلها مع بعضين فقال لي الالات بخمسة وعشرين الف انا اشتريت الالات بخمسة وعشرين الف وهو قال لي عندك جرد تستهلك الالات عشرة في المية قسط سابت يبقى هو قال لي استخدم قانون ايه يا مستر ايمان قال لي قانون القسط السابت طيب ما ديني مدة ولا معدل ايوة برافو عليكي انت مركزة معدل عشرة في المية طيب طالب مني ايه بقى التسويات الجردية واثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز المية يعني تسويات جردية ياولاد يعني القانون القانون اللي حلو يعني هطلع الرقم الاهلاك وايه اثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي هحط ايه في قائمة الدخل وقائمة المركز المي تعالوا الاول الاول هنستخدم انا قانون من التلاتة دولار قسط ثابت ولا متناقص ولا عاد تقدير ممتاز ممتاز هنستخدم القانون الاولان اللي هو قسط ثابت اللي هو الاصل في المعدل العالمي برافو عليكم تعالوا نطلع قسط ثابت بقى قال لي هات الاصل يعني ايه اصل يا مستر يعني الات هو في المسألة دي كاتب الات في المسألة تاني يكتب سيارات في المسألة تاني يكتب اساس يبقى هو كاتب لي الآلات في المعدل على مية طيب الآلات بكام في التمرين بـ 25 ألف جنين والمعدل كام 10% هعملها ازاي على الآلة او الـ 25 ألف في 10 على مية يطلع الاهلاك بتاع السنة دي 2500 اتفقنا اهلاك السنة دي هيقل الدخلي في قيمة الدخلي يبقى يتحط في ضمن المصرفات يبقى اهلاك السنة دي هيتحط في قيمة الدخلي طيب وما القيمة المركز المالي يحط الجديد اللي انا حسبته زائد القديم لو فيه اهلاك قديم طب هو كان مديني اهلاك قديم في المسألة يا مصدر لا يبقى انا هاج معا الجديد 2500 زائد القديم ما اعطنيش قديم بسفر يبقى 2500 وكام و500 هيتحطه في اهلاك هيتحطه في قيمة الدخلي ومجمع الاهلاك هيتحطه في المركز المالي تعال نشوف مع بعضينا قيمة الدخل ايه بقى قيمة الدخلي جيت في المصرفات حطي اولاد 2500 اهلاك الألات طيب في قيمة المركز المالي هحط مجمع الاهلاك بس ولا هحط قمط الاصل هحط قمط الاصل ناقص مجمع الاهلاك قمط الاصل اللي هو الالات ب25000 ناقص مجمع الاهلاك ب2500 طب ما هو هو نفس الرقم عشان ما فيش قديم يا ولاد فاحنا قلنا القديم بسفر في 2500 زائد سفر طرعت 2500 يطلع الصفي بقى بتاع قمط الالات اطرح بقى 25000 ناقص 2500 22000 وكام وخمسمائة تعالوا نحل تمرين مع بعضينا زي اللي فات بالزبط بس غيرت حاجة وانا عارف ان انتوا قاعدين منتبهين ومركزين معايا تعرفوا انت غيرت يا مصد في 31-12-2020 ظهرت الارصيدة الاتية في مزام مراجعة منشأة استاذ محمد سلطان مديني مبلغ الالات ب250 الف جنيه فاذا علمت ان قمت الالات كخردة كما بقية في نهاية عمرها الانتاجي 10 تلاف جنيه يبقى هتتباح خردة الالات اللي انا شاريها ب250 الف في نهاية عمرها في الاخر خالص هباحها خردة ب10 تلاف طيب هتقعد عندي كم سنة يقدر عمرها الانتاجي ب4 سنين برضو عايز التسويات الجردية واثر ذلك على قيمة المركز المالي وقيمة الدخل طب انا هوريكو القوانين اهي اولاد هنستخدم انهي قانون فيهم الاصل في المعدل العالمية لا لا عشان هو مش مديني معدل ومال هستخدم انهي قانون ايوة برافو عليكم هستخدم الاصل لنقص الخردة على عدد السنين الاصل لنقص الخردة على عدد السنين اش معنى يا مستر ايمن استخدمت الاصل والخردة على عدد السنين عشان هو مديني كمت الاصل ومديني كمت الخردة ومديني 4 سنين يا اولاد برافو عليكم تعالي نحل مع بعضينا بقى اهلاك الاصول السابت يبقى يساول داكوست سابت هنكتب القانون لازم نكتب القانون طبعا عشان نفهم واحنا بنحل تكلفة الاصل ناقص القيمة كخردة اللي هي النفاية اللي هي القيمة البقية على عدد السنين قولوا معايا القانون تاني بقى تكلفة الاصل ناقص القيمة كخردة على عدد السنين يلا بقى من التمرين قيمة الالات بكم يا مستر بـ 250 ألف ناقص قيمة الخردة بكم بـ 10 ألاف علع كم سنة 4 سنين تطلع بكم بـ 60 ألف جنيه يبقى الاهلاك بـ 60 ألف الالات ناقص مجمع اهلاك الالات. بحط الالات ب متون وخمسين الف. ناقص مجمع الاهلاك بستين الف. طب ما هو هو عشان مش مديني كمة مش مديني مجمع قديم ياولاد فكنا بنجمع القديم والجديد مفيش قديم يبقى الجديد بستين الف زائد القديم سفر ينزل ستين الف طب في القيمة المركز المالي بنطرح ولا بنجمع برافو عليك قاعدة مركزة بنطرح قمت الالات ميتين وخمسين الف شلت منها اهلاك السنة دي والسنين اللي قبل كده ستين الف يبقى قمت الالات كم دلوقتي مية وتسعين الف جنيه برافو عليكو قاعدين مركزين تعالوا بقى نحل لمسألة تانية بس بقانون تاني انا شايف اولاد بتكتب وراي ممتازين شباب كده حلو خلص بيكتب وراي في واحد وتلاتين اتناشر عشرين عشرين بيقول لي ايه بقى ظهر في ميزان مراجعة منشأة شركة النصر يبقى ديه شركة اسمها شركة النصر عندها سيارات بامتين الف جنيه ومجمع اهلاك السيارات سيارات بعشرين الف جنيه ايه مجمع اهلاك السيارات ده يا مستر ايوا بدل جيف التمريني بقى ده مجمع اهلاك سيارات قديم يعني ده بتاع السنوات السابقة طيب وعندها الجرد تقرر استهلاكها بمعدل عشرين في المية بطريقة القسط المتناقص الله هو اللي ايه اللي هو استخدم قانون القسط المتناقص برافو عليكم طيب طالب مني خلاص احنا اتفقنا في كل حلقاتنا السناد ان شاء الله المطلوب التسويات الجردية وبيان اثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز الايه المال يبقى فيه تسويات جردية وقيمة دخل وقيمة مركز ايه مال طيب نرجع القانون ونشوفها نستخدم ايه قانون هستخدم قانون القسط السابت ولا استخدم قانون القسط المتناقص ولا قانون اعادة التقدير ممتاز انت مركز معيا من اول برافو هتاخد طريقة القسط المتناقص اللي هو القانون بتاعه ايه نسمعه م certo اللي هو التاني الاصل ناقص مجمع الاهلاك في المعدل على ايه علماز يلا يبا احنا هنجيب بقى اهلاك السيارات القانون بتاعه هنستخدم القانون القسط المتناقص الاصل ناقص مجمع الاهلاك في المعدل عالمية طيب الاصل بكام هو كان قال للسيارات تمنها 200000 ومجمع الاهلاك القديم 20000 يبقى 200000 ناقص 20000 فيه 20 عالمية هنعملها كلها على القلق ينفتح قصين ياولاد يا اما نقول نساوي عشان احنا بنغلق يبقى نقول 200000 ناقص 20000 تبقى 180000 فيه 20 عالمية ايوة شايف بنت شطرة طلعت القلة وبتحل معي طلعت معاك كم على القلة ايوة 36000 برافو عليك 36000 يبقى الاهلاك 36000 طيب الاهلاك بيتحط فين برافو في قيمة الدخل في المصرفات طيب بعد ما جبت الاهلاك اجيب مجمع الاهلاك بعد ما جبت الاهلاك اجيب مجمع الاهلاك اجيب مجمع الاهلاك ازاي يا مستر ايمان اجمع القديم زائد الجديد يعني ايه قديم يعني اهلاك السنين اللي فاتت يعني الجديد اللي انا لسه حزبه طيب الاهلاك القديم بكان بـ 20 ألف والجديد اللي انا حزبه كان بـ 36 ألف يبقوا 56 ألف ايوة يتحطوا في الدخل ولا في المركز المالي في المركز المالي برافو برافو في المركز المالي طيب فيه بنت هتسألني سؤال كده يا مستر ايمن احنا هنطرح ولا نجمع هنطرح فين في القانون عشان ده قصة متناقص لكن لما بنجيب مجمع الاهلاك بنجمع على طول يبقى مجمع الاهلاك بنجمع لكن في القانون عشان قصة متناقص طرحا يبقى انا جماعة القديم زادي الجديد طلع 56 ألف تحطوا في المركز المالي وريني بقى القايمتين يا مستر ايمن هنطلع على المستر نسطر قايمة الدخل طبعا عارفين احنا قايمة الدخل من سنة أولى اللي هي صف المبعات وتكلفة المبعات هنيجي بقى في المصروفات هنحط اهلاك السيارات بـ 36 ألف نيجي بقى في قايمة المركز المالي يعني نحط السيارات بـ 200 ألف ناقص مجمع اهلاك السيارات 56 ألف نطرحهم من بعد يطلع 144 ألف طب هسألكوا سألوا وتردوا علي اش معنى هنا 36 وهنا 56 برافو 36 عشان ده اهلاك السنة الواحدة بقصة متناقص اما الـ 56 ده مجمع الاهلاك اللي هي القديم والايه والجديد برافو عليكم قاعدين مركزين معايا شكرا لكم مثال تاني يا مستر قال لي في 31 اتناشر 2019 كان رصيد الاساس 80 ألف يعني انا رحت اشتريت الاساس للمنشأة بـ 80 ألف في شركة القدس وعملت الجرد في 31 اتناشر اتضح انه كنت الاساس 76 ألف يا لهوي يعني انا كنت اشاري الاساس بـ 80 رحت اسأل عليه في اخر السنة لقيته بـ 76 يبقى كده تمنوا قل ولا زاد ياولاد قل برافو عليكم طيب لما يقل لما يقل هنستخدم انهي قانون فيهم القصة السابت ولا القصة المتناقص ولا اعادة التقدير ايوة ممتاز انت مركز معايا طريقة اعادة التقدير اللي هو الاصل نقص قمة التقديرية يعني القانون الاول ولا التاني ولا التالت القانون التالت طيب تعالوا نقول بقى اهلاك السياء الاساس هنشتغل على قانون اعادة التقدير هيساوي الاصل نقص القيمة التقديرية طيب الاصل بـ 80 ألف نقص القيمة التقديرية 76 يعني يقيمة تقديرية يعني جبتوا حد من الخبراء قال للأساس ده يساوي كم دلوقتي فقال لي 76 يبقى كم بـ 80 دلوقتي بقى بـ 76 يبقى اهلك بمقدار كام 4000 الـ 4000 يتحطوا فين ايوة الاهلاك يتحط في قيمة الدخل والمجمع في قيمة المركز المالي برافو الاهلاك في قيمة الدخل اجي في قيمة الدخل احط في المصرفات 4000 جنيه اهلاك الاساس والمجمع اهلاك الايه الاساس بجمع القديم زائد الجديد يبقوا كام 0 زائد 4 يبقوا 4 يبقى حط الاساس نقص مجمع اهلاك الايه الاساس تعالوا بقى نحل تمرين اكبر منه شوية حطت فيه 3 حاجات هنحلهم واحدة واحدة وانا هماشي معاكوا على مهلي خالص وبعد التمرين ده كمان ياولاد هديكم تمرين تاني زي بالزبط بس هغير الاربعين الف والخمسين الف هغير الارقام صغيرة عشان وانتوا قاعدين معايا قدام الحلقة تحلوه طيب بعد ما نحلوه يا مستر اي ما نعملي ابعتوه على صفحة البرنامج ياولاد صفحة البرنامج على اليوتيوب او اكتبونا على التعليقات على القناة وانا عارف ان انتوا بتكتبونا كلام كويس وبالرد على كل الاسئلة طيب زهرت الارصدة الاتية في ميزان مراجعة محلات الامل يوم واحدة 2012-2020 قمت السيارات اربعين الف يعني الشركة دي عندها سيارات باربعين الف وفي عشر تلاف جنيه مجمع اهلاك سيارات ده قديم ولا جديد برافو بدل زهر في الارصدة يا مستر خلاص احنا عارفنا بدل زهر في الارصدة يبقى قديم الجديد ده اللي انا بحسبه طيب اراضي ومباني خمسين الف وخمستاشر الف مجمع اهلاك مباني اساس باربعين الف وخمس تلاف جنيه مجمع اهلاك اساس حلو قال لي تستهلك السيارات عشرة في المية قسط سابت مستر ايمن القانون قسط السابت يلا افتكروا عبالما اقرأ بقيت المسألة تستهلك المباني برضو خمسة في المية قسط سابت علما بأن الاراضي بعشر تلاف ماشي الاراضي لا تستهلك تلاتة يستهلك الاساس على كم سنة عشر سنوات بدون قيمة باقية المطلوب التسويات الجردية وقيمة الدخل وقيمة المركز المياه انا سايب الشاشة كده كتب عشان تكتبوا المسألة وراي يبقى السيارات تستهلك عشرة في المية قسط سابت المباني خمسة في المية قسط سابت بس الاراضي بعشر تلاف الاساس عشرة في المية قيم على عشر سنين بدين قومة باقية طب ياولاد قانون قسط السابت هستخدم انه قانون فيهم قيمة الاصل في المعدة العالمية ولا قيمة الاصل من قيمة الباقية خردة على عمرها الانتاجي ايوة هستخدم القانون الاولان اللي هو الاصل في المعدة العالمية عشان يديلي معدل عشرة في المية طيب التاني بقى تستهلك المباني خمسة في المية قسط سابت حاجة بقى هو مديني الاراضي وانا قلنا الاراضي لا تستهلك بقى لازم اطرح الاراضي من الكيمة اللي فوق طيب والاساس عشرة في المية بدونها كيمة بقية الاساس عشر سنين بدون كيمة بقية استخدم ايه 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 اللي هو قانون التني بتاع القصة السابت اللي هو الاصل لنقص الكيمة البقية على العشر سنين طيب تعاني حل مع بعدينا بقى اهلاك السيارات قلنا قانون القصة السابت كيمة الاصل في المعدل العالمي كتبنا الاصل ثمن وكامل هو السيارات يبقى كلمة الاصل دي اولاد يعني اصل الحاجة فانا بعمل اهلاك السيارات اطلع قيمة الاصل اقيمتها الاصلية كيمة السيارات السيارات بكام باربعين الف في عشرة عالمية عاملها على الالة اشتريت سيارات باربعين الف كل سنة بتستهلك بمعدل عشرة في المية يبقى اهلاكها السنة اربع تلاف. هيتحط في قيمة الدخل. بعد ما جبنا الاهلاك نجيب مجمع الاهلاك يا مستر. الاهلاك بيتحط في الدخل ومجمع الاهلاك بيتحط في قيمة المركز المالي. برافو عليكم. طب اجيب مجمع الاهلاك. اجيب القديم كم نديني في التمرين? اهلاك سيارات قديم بعشر تلاف. طب والاربع تلاف اللي لسه حاسبها. اللي هي الاهلاك الجديد. يبقوا اللي اتنين باربعتاشر الف. هيتحطوا في المركز الايه? المالي. هيتحطوا تحت ايه في المركز المالي تحت السيارات برافو السيارات اللي هيبه 40 الف حط تحتها مجمع اهلاك السيارات يبقى الاهلاك الاربع تلاف اتحط في الدخل والل revision 1000 تحطه في المركز الايه المال دي الاولى فهمت كويس برافو عليكم طيب قمت المباني ازاي اطلع المباني هو في التمرين ياولاد مديني المباني ولا مديني اراضي ومباني ايوا برافو عليكم مديني اراضي ومباني بكامل اراضي ومباني بخمسين الف طيب والاراضي بكامل بعشرة يبقى قمت المباني بكامل باربقائين الف حد هيسألني يقول لي يا مستر ايمن احنا نطلع حكمة المباني ليه هقول لكم عشان الاراضي ما بتستهلكش المبنى بس اللي بيستهلك فاحنا هنطلع المبنى 8 وكام عشان نطلع له الاهلاك بتاعه طيب الاراضي والمباني ب50 منها الاراضي بعشرة يبقى المباني بكم يا مستر ب40 طب اطلع اهلاك المباني ازاي اجيب الاربعين الف في المعدة اللي هو كما يديني الاهلاك المباني كام 5 في المياه يبقى 40 الف في 5 على مية تطلع بألفين اتفقنا اهلاك السنة دي هيتحط في قيمة الدخل ولا المركز المالي مركز المالي لأ ايوا الاهلاك بتحط في قيمة الايه الدخل برافو ومجمع الاهلاك مجمع الاهلاك بتحط في قيمة تانية لا قيمة المركز المالي اجمع القديم زائد الايه الجديد القديم هو كان مدهولي في التمرين بخمستاشر الف زائد الالفين اللي انا حسبتهم بسبعتاشر الف بتحط في المركز الايه المالي طيب المسألة رقم 3 كان عايز اهلاك الاساس وقال لي الاساس بـ 40 ألف ويستهلك الاساس بدون كمى باقية على عشر سنين يبقى استخدم قانون ايه ايوه الاصل ناصر كمى الباقية خردة على عمرها الانتاج الاصل ناقص كمى الباقية خردة على عمرها الانتاج كمت الاصل بكم يا مستر ايمان اللي هي الاساس بـ 40 ألف ناقص كمتها كخردة بكم مفيش خردة قال لي بدون كمى باقية يبقى سفر على عمرها الانتاجي كام عشر بـ 4 ألف ما جيش بقى اولاد في تمرين من تمرينات الكتاب بقى قولي طب ما عطنيش القيمة الباقية يبقى مش هو القانون لأ لما ما يدينيش القيمة الباقية حط مكانها ايه ملهاش قيمة باقية يعني هتتبع مفيش مش هتتتبع بأي فلوز كمى باقية سفر على عمرها الانتاجي قال لي الاساس دوت هيقعد عشر سنين وبعد كده هيبقى خردة ومش هتتبع بأي فلوس يبقى اول أربعين ألف على عشرة تطلع أربعة ألف الاهلاك بيتحط فين في قيمة الدخل ومجمع الاهلاك بيتحط فين في قيمة المركز المالي برافو عليكم كلكم حفظتم طب اجيب مجمع الاهلاك ازاي هجمع القديم زائد الجديد هيتحط في قيمة المركز المالي القديم بكام بخمسة والجديد بكام باربعة طب جيبنا منين القديم موجود في الأرصدة مكتوب مجمع اهلاك أساس بخمسة ثلاث زائد أربعة يبقى بكام يا مستر أيمان بتسعة هيتحط في قيمة المركز الايه المال اللي انا عملته ده يا ولاد اللي هي القوانين اللي هي التسويات هل المسألة خلصت على كده لا لازم بعد ما اعمل التسويات دي احطها في الجداول ايه هي الجداول اللي هي قيمة الدخل وقيمة المركز الايه المال تعالوا بقى نعمل قيمة الدخل يبقى نكتب كده قيمة الدخل ما يخصم منه المصاريف حلو خالص هحط ايه أربعة تلاف جنيه اهلاك السيارات ده بتاع السنة دي ولا بتاع كل السنين بتاع السنة دي وبعد كده هحط ألفين جنيه اهلاك المباني وبعد كده هحط أربعة تلاف جنيه اهلاك الأساس دول هتحطوا فاني قيمة في قيمة الدخل برافو في قيمة تاني ايوا قيمة المركز المال تعالوا بقى قائمة المركز المالي احنا شغالين على اصول سبتة ولا اصول متدولة برافو ممتاز مركز معاي اصول اسمها اصول سبتة هنكتب كده اراضي ومباني بكام بخمسين الف اه حطتها بخمسين الف ليه لما احطها في المركز المالي احطها بكموتها كلها بقى ما شيلش منها الاراضي يبقى في قائمة المركز المالي بحطها بكلها لكن لما بحسب الاهلاك بشيل منها الاراضي ناقص مجمع اهلاك المباني اللي هما الاتنين مع بعض يبقى خمسين الف ناقص سبعتاشر الف طلعوا تلاتة وتلاتين الف طيب السيارات بكام باربعين الف احط تحتها ايه برافو مجمع اهلاك السيارات بستة وعشرين الف الاساس بكام باربعين الف احط تحت ايه مجمع اهلاك الاساس بتسعة تلاف اطرح اربعين الف ناقص تسعة ترفي بقى واحد وتلاتين الف جنيه برافو عليكم يبقى انا اشتغلت على قام قانون حد دلوقتي اولاد ثلاثة قانون قسط السابت وقانون قسط المتناقص وقانون اعادة التقدير وقلنا قانون قسط السابت اللي هو الاصلة في المعدة العالمية او الاصلة ناقص القيمة البقية على عمرها الانتاج طيب قسط متناقص الاصلة ناقص مجمع الاهلاك القديم في المعدة العالمية طيب اعادة التقدير رصيد اول المدة ناقص رصيد اخر المدة أنا عامل مسألة هي هي تاني يا أولاد زي اللي فاتت بس مغير إيه يعني السيارات كانت بـ 40 ألف خليتها 50 والأراضي والمباني كانت 50 خليتها 60 والأساس كانت 40 خليتها 50 طب جبتها تاني ليه يا مستر أيمن عشان تقعدوا تحلوا معايا دلوقت ونطلع الأرقام ونطلع النواتج أشوف فهمنا ولا لا يلا يا أولاد فقال لي زهرت الأرصيدة اللي أتيها في مزان مراجعة لمحالات السلام في 2020 من دين السيارات بكم يا مستر أيمن بـ 50 ألف ومجمع إهلاك السيارات قديم ولا جديد ده يا مستر قديم بكم بـ 10 ألف طيب أراضي ومباني بـ 60 ألف مجمع إهلاك المباني بكم بـ 15 الأساس بـ 50 ألف وبـ 5 ألف مجمع إهلاك الأساس تستهلك السيارات 10% قسط سابت تستهلك المباني 5% قسط سابت علما بأن الأراضي بـ 10 ألف يستهلك الاساس على عشر سنوات بدون قيمة باقية المطلوب التسويات الجردية وقيمة المركز المال يلا بقى كده مع بعضينا انتوا تحلوا الليل لسه حالين زيها بالزبط برافو عليكم هنطلع حاجة اسمها اهلاك السيارات اجيبكم تس الاصل اللي هي السيارات في المعدة العالمية التمرين ده السيارات بكام؟ بخمسين الف ايوا البنت اللي كتبت ورايا بتكتب ورايا على طول اهيه وشايفها بتحل معي يبقى السيارات في التمرين بخمسين الف المعدة اللي ميدوه لي كم مرة؟ عشرة في المية طب ممكن المعدة ده يتغير طبعا يا ولد ممكن يبقى خمسة سبعة تمانية كل مسألة بيبقى المعدة المختلف مفيش معدل سابت لإهلاك السيارات لكن في الضرايب لما نيجي ناخد ضرايب بقى في سنة تالتة هنعرف ان الاساس والسيارات والحاجات دي هي معدلات سابتة يبقى قمط الاصل في المعدة العالمية يبقى خمسين الف في عشر عالمية يطلع خمس تلاف قلنا الإهلاك يتحط فين يا مستر أيمن؟ أيوة الإهلاك بتاع السنة دي يتحط في قيمة الدخل لكن مجمع الإهلاك يتحط في قيمة المركز المالي طب بجيب مجمع الإهلاك إزاي؟ بجمع الإهلاك القديم اللي في التمرين مع الإهلاك اللي لنا لسه حزبه الجديد والإتنين بيتحط في قيمة المركز المالي يبقى بجيب إهلاك ومجمع إهلاك برافو الإهلاك بيتحط في قيمة الدخل ومجمع الإهلاك بيتحط في قيمة المركز المال طب بجيب الإهلاك إزاي؟ حسب القوانين اللي خدناهم قولوا طبعا القانون معايا مع بعضينا كده وأنا سامعكم قسط سابت بيساوي إيه؟ برافو قمط الأصل في المعدة العالمية أو الأصل نقص القيمة البقية اللي هي خردة على عمرها الإنتاجي ولما مش مديني قيمة بقية أو خردة نحط مكانها إيه؟ سفر بدأ قانون قسط السابت إمتى نستخدم الأولاني؟ لما يديني معدد إمتى نستخدم القانون الثاني لما يديني مدد برافو عليكم طيب نخش بقى على رقم اتنين قمط المباني اتفقنا يا أولاد إن لما يديني أراضي ومباني لازم أجيب المبنى لوحده لأن المبنى اللي بيهلك فمديني أراضي ومباني بستين ألف ناقص الأراضي بكام؟ بعشر تلاف يبقى ستين ألف ناقص عشر تلاف بخمسين ألف إهلاك المباني بجيب الخمسين ألف في خمسة على مية خمسين ألف في خمسة على مية تطلع عالفين وخمسمائة هيتحطوا فين يا مستر آيمن في قيمة الدخل جبنا الإهلاك نجيب مجمع الإهلاك مجمع الإهلاك يجب مع القديم زائد الجديد يبقى خمستاشر ألف زائد ألفين وخمسمائة يبقى سبعتاشر ألف وخمسمائة في المركز المال طيب إهلاك الأساس ده كان مديني عمر يبقى أنا أستخدم القانون التالي التالي في القسط السابت لوها الأصل ناقص الكومة الباقي أخر ده على عمرها الإنتاج الأصل كان بخمسين ألف ناقص سفر اللي هو القيمة الباقي عشان مش مدينه القيمة باقي على عمرها الإنتاج كان كام سنة عشر يطلع خمس تلاف الإهلاك بيتحط فين في قيمة الدخل وبعد كده بجيب مجمع الإهلاك أجمع القديم زائد الجديد يبقى عشر تلاف جنيه يتحطوا فين يا مستر آيمن في المركز المالي تعقوا هم حطين مع بعض إهلاك السيارات بكام بخمس تلاف وإهلاك المباني بكام بألفين وخمسمة وإهلاك الأساس بخمس تلاف ده الجديد ولا القديم؟ أيوة ده الجديد طيب واجف قيمة المركز المالي بقى أحط الأراضي ومباني بعد مطرح منها الأراضي ولا قيمتها الأصلية أيوة ممتاز مركز معاين أرجع بقى الكومتها اللي في التامنين كلها اللي هي الستين ألف نقص مجمع إهلاك المباني اللي هو سبعتاشر ألف وخمسمة جي منين سبعتاشر ألف وخمسمة يا أولاد أيوة جمعت الإهلاك القديم زائد الإهلاك الجديد طيب وطرحتهم أيوة وطرحتهم من الستين ألف تسوى اتين واربعين ألف يبقى بجمع عشان أطلع مجمع الإهلاك لكن بجيب الأراضي والمباني أطرح منها مجمع الإهلاك يطلع صف كومتها صافي قموطة 42 ألف وكام وخمسمية وارجع بقى حط السيارات تمانها اللي في التمرين بخمسين ألف واطرح منها مجمع اهلاك السيارات اللي والقديم الجديد اقول خمسين ألف ناقص 17 ألف وخمسمية يطلع 32 ألف وكام وخمسمية بعد كده اجي تحتي ومحط الاساس بخمسين ألف ناقص عشر تلاف جنيه مجمع اهلاك الاساس يبقوا بكام يا مستر ايمن بكام باربعين ألف جنيه تعالوا نعمل مثال تاني يا مستر ايمن يقولي زهرت الأرصدة القاتية في ميزان مراجعة شركة مريم في 31.12.2015 مديني العقار انا مكبر الأرقام شوية بقى عشان نتعود على الأرقام الكبيرة ب400 ألف جنيه والاساس ب100 ألف جنيه والسيارات ب300 ألف ودي قمت العقارات يعني عقار يعني أراضي ومباني يعني من ضمن العقارات الأراضي يبقى الأراضي لازم نترحها من العقار عشان يطلع المباني برافو 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 سمع كذا حد بيقول معايا ممتازين طيب و30 ألف جنيه مجمع اهلاك أساس و80 ألف جنيه مجمع اهلاك سيارات ده قديم ولا جديد ده قديم بدل موجود في الأرصدة يا مستر خلي بالكم التمرين ممكن يجيلي في شكل جدول ده كده التمرين يا أولاد مش الحل ده كده التمرين فإذا علمت أن تستهلك المباني بمعدل كم في المية خمسة في المية سنويا قسط سابت ومديني كمت الأرض ب300 ألف جنيه آه يبقى هجيب العقار أطرح منه الأراضي يطلع المباني واضربهم في المعدل على مية يطلع الاهلاك هحطه في قيمة الدخل واجمع عليه القديم مفيش مجمع اهلاك قديم يبقى يتحط الاهلاك بتاع المباني الجديد في قيمة المركز الايه المية اتنين تستهلك السيارات بمعدل 25% قسط متناقص يبقى هو قال لي استخدم قانون القسط المتناقص لو الأصل ناقص الاهلاك القديم في المعدل العالمي اللي هو السيارات بتلتمية ألف ناقص ثمانين ألف في المعدل العالمي هنحل وقال لي استهلك الأساس على كم سنة على خمسة سنوات بطريقة القسط السابت هو اللي قال لي هو استخدم قانون قسط السابت عايز التسويات الجردية واثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز المال كتبنا التمرين مع بعضنا جهزنا الألة الحزبة يلا نحل ايوا نعمل التسويات الجردية اول حاجة نطلع حكمة المباني هو مديني عقار بربعمائة ألف أطرح من العقار الأراضي يبقى قمت المباني اربعمائة ألف ناقص ثلتمائة ألف هتطلع بمائة ألف دي قمت المبنى كده أنا جبت الاهلاك ولا لسه لسه أنا جبت قمت المبنى بس أجيب بقى الاهلاك أجيب الأصل في المعدل العالمي فين بقى الأصل اللي هو المائة ألف اللي أنا جايبه ده أيوا المعدل هو قال لي في التمرين خمسة في المية يبقى اضرب مئة ألف في خمسة على مية تطلع اهلاك المباني بخمس تلاف يبقى كل سنة المبنى دوت هيهلج بخمس تلاف جنيه قلنا الاهلاك بيتحط في قيمة الدخل من ضمن المصاريف بعد ما جبت الاهلاك أجيب مجمع الاهلاك أجمع القديم زائد الجديد مجمع اهلاك المباني آه يا مستر أيمن طب هو مش مديني قديم يبقى سفر زائد الجديد اللي أنا حسبته كام خمس تلاف يبقى اللي اتنين مع بعض خمس تلاف هيتحطوا في قيمة المركز الايه المال فهمنا قمت المباني ولا أقولها برافو عليكم كده فهمنا حلو خالص نخش على التاني اهلاك السيارات هو قال لي السيارات قسط متناقص أروح أنا مراجع قانون القسط المتناقص بيقول إيه الأصل ناقص مجمع الاهلاك القديم في المعدل العالمي اشمعنا يا مستر استعملنا القانون ده عشان ده قسط إيه متناقص طب يلا نطبق السيارات في التمرين بتلتمية ألف ومجمع الاهلاك اللي مدهولي في الأرصدة بتمانين ألف يبقى تلتمية ناقص ثمانين هيبقى متين وعشرين ألف في خمسة وعشرين على مية يبقى يا ناعمل قسطين عشان نعملها على الآلة يا إما نقول يساوي في خمسة وعشرين على مية هتطلع خمسة وخمسين ألف يبقى تلتمية ألف ناقص ثمانين ألف تساوي اثمائتين وعشرين في خمسة وعشرين على مية طبقة خمسة وخمسين ألف قلنا الاهلاك بيتحط فين هتقول لي ما هو مكتوب قدامنا هو مستر أيمن في قيمة الدخل بس حنا خلاص فهمنا كويس إن أول حاجة بتتحط في قيمة الدخل ولما أجمع عليها القديم بتتحط في قيمة المركز المال يبقى الخمسة وخمسين ألف تحطت في قيمة الدخل طيب جبت الاهلاك أجيب حاجة اسمها إيه مجمع الاهلاك أجمع القديم زائد الجديد القديم اللي في التمانين بتمانين ألف والجديد اللي أنا لسه حزبه في الخطوة اللي قابليها بخمسة وخمسين ألف يبقى مجمع الاهلاك اجمع القديم زائد الجديد القديم بـ 80 زائد الجديد بـ 55 يبقوا بكام يا مستر ايمن بـ 135 ألف جنيه هيتحطوا في قائمة المركز الايه المالي يتحطوا في قائمة المركز المالي طيب رقم 3 اهلاك الاساس هو قال لي قصة ايه سابت هيساوي ايه تكلفة الاصل نقص القمة الخردة اللي هي النفاية القمة البقية على عدد السنين يبقى اهلاك الاساس اجب من القطع الاساس بـ 100 ألف جنيه اعطاني قمة خردة ولا ما اعطانيش ما اعطانيش يبقى الخردة بـ 0 على عدد السنين عدد السنين كام 5 بـ 100 ألف نقص 0 على 5 تطلع عشرين ألف العشرين ألف يتحطوا فيهم في قائمة الدخل بعد ما جبت الاهلاك اجب مجمع الاهلاك اجمع القديم زائد الجديد 30 ألف زائد عشرين ألف يبقوا خمسين ألف مجمع الاهلاك بيتحط في قائمة المركز المالي تعالوا نعمل قائمة الدخل بقى احنا سايبين حتة فوق ليه يا مستر عشان يا مستر هنعمل بقى بتاع سنقوله لوصاف المبعات وتكلفة المبعات طيب هنجب بقى نحط اهلاك المباني بخمس تلاف ونحط خمسة وخمسين ألف جنيه مصروف اهلاك السيارات ونحط عشرين ألف جنيه مصروف اهلاك الاساس طيب قائمة المركز المالي هنحط المباني بس ولا هنحط الاعكار كله ممتاز في ولد شاطر مركز معي قال نحط الاعكار كله يا مستر احنا بنطرح الاراضي بس لما بنعمل القانون لكن لما بنحطه في قائمة المركز المالي بنحط الاعكار كله بربعمائة ألف ناقص مجمع اهلاك المباني بخمس تلاف اطرح اربعمائة ناقص خمسة يديني تلتمية خمسة وتسعين ألف طيب السيارات بكم يا مستر ايمن بتلتمية ألف جنيه ناقص مجمع اهلاك السيارات بمية خمسة وتلاتين ألف يبقى تلتمية ناقص مية خمسة وتلاتين ألف يبقى صاف السيارات بمية خمسة وستين ألف الاساس بمية ناقص مجمع اهلاك الاساس القديم زيدي الجديد بكم بخمسين يبقى قيمته بقت كام خمسين الف جنيه برافو عليكم طيب يا مستر ايمن ممكن الاسئلة تيجي بصورة تانية قال لي اه ممكن الاسئلة تيجي بصورة تانية خالص يعني ايه ممكن يديني اختيار الاجابة الصحيحة مع بأن خطوات الحل يعني يديني مسألة ويديني اختيارات وانا اختار الاجابة بس لازم لما اجي اختار الاجابة اعمل خطوات الايه الحل هاخد مثال واحد بس يا ولاد واكمل في الحلقة الجاية عشان وقت الحلقة يعني مثلا قال لي الاساس بعشرين الف ومجمع اهلاك الاساس بخمس تلاف وعند الجرد يستهلك الاساس بمعدل عشرة في المية قسط سابت فانا قمت القسط تساوي ايه بقى خمس تلاف ولا الفين ولا سبعة تلاف هو قال لي قسط سابت طيب هعملها ازاي يا مستر ايمن هنجيب عشرين الف في عشرة على مية تطلع كام الفين برافو يبقى انا اختيار اللي صح فيهم اللي اختيار رقم به برافو عليكم طيب ومجمع الاهلاك كنت باجمع القديم زي ادي الجديد القديم بخمسة وجديد اللي انا حسبته بالفين اللي هو اللي اختيار به يبقى مع بعض بكام بسبعة تلاف جنيه يبقى اختار ستة ولا الفين ولا سبعة هختار سبعة برافو عليكم طيب يرحل مجمع الاهلاك مجمع الاهلاك يتحط في الدخل ولا يتحط في المركز المالي ولا يتحقق في حقوق الملكية الاهلاك في الدخل لكن مجمع الاهلاك يتحط في قائمة المركز المال يبقى انا خدت مثال يا ولاد بس انا لازم احله بالقوانين يعني اقول طريقة قصة السابط الاصل في المعدة العالمية لعشرين الف في عشر عالمية تطلع بألفين اقوله الاجابة به مجمع الاهلاك بجمع القديم زي دي الجديد يبقى خمس تلاف زي دي الفين يبقى سبعة تلافة بقى بختار الاجابة جيم طيب يرحل لقائمة مين يبقى انا خدنا مع بعضينا النهاردة في الحلقة جرد للاصول السابط خدنا تلات قوانين قانون اسمه قصة السابط قانون القصة المتناقص قانون اسمه عادة ايه التقدير اي حاجة وانتوا قاعدين مركزتوش فيها ارجعوا للحلقة على اليوتيوب اكتبوا ملحوظاتكم على الحلقة احنا بنرد على كل حاجة انا بشكركم على انتباهكم وبشكركم على تركزكم وباذن الله نكون مع بعضينا طول السنة ونركز مع بعضينا بشكر كمان قطاع التعليم الفني انه موفر لنا قناة جميلة نتمتع بيها ونتعلم عليها واحنا قاعدين في البيت ونستفاد منها كما بشكر التلفزيون والاعداد والمخرجين اللي بيخرجوننا الحلقات بشكل مميز علشان نستفيد بيها كلنا بشكركم كلكم والتقي بيكم في الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته